السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع الحلقة الاولى من مسلسل بتلوع الروح بدأت الحلقة بروح كانت بتجهز لحفل افتتاح ابوها دكتور جالها وقال لها يلا بقى خلاصي عشان ادي افتتاح الاسبوع الجاي وقال لها انا بكرة هجيب سيف وجد غد عندك طبعا سيف ده ابنها جاب سيف من مدرسة وقعد يلعب معاه لحد الغده ميجهز اما اقرم فده جزهة عليه حرقات مريبة بيجيله تليفونات واول ما مراته تدخل عليه يقفل السكة مراته شكت فيه ان هو يعرف واحدة تانية فقال لها واحدة تانية ايه بس انا بحب كنت عارفة كده كويس وكانت جايباله ساعة بمناسبة عيد جوازهم وقال لها بالمناسبة دي حيروحوا تركيا وفعلا اقرم وروح وسيف سفر تركيا وكانوا فرحانين جدا وهم يتفسحوا في تركيا وراحوا فيندق جميل وبعد ما حطوا شنطهم نزلوا ويتفسحوا في المكان كأنها رحلة جميلة بجد سيف بعد كده رجع البيت وقعد يصلي وبعد ما خلص الصلاة قعد مع مراته روح بتقوله انت مالك زعنين دي كده ومكشر على طول فقال لها ان ساب الشغل من شهرين قالت له طب ازاي ما تقوليش حاجة زي كده قال لها مش شرط كل حاجة اقولها لك والمشهد اللي بعد كده كان سليم صاحب الدكتور ابوها كانوا جايبين له حاجات من مصر فاخدهم وعزمهم على الغدا وقعد يحكي لهم التاريخ بتاع تركيا في الوقت ده عمر صاحب اقرم وصل الفندق وراح يسلم على اقرم كأنه شافوا بالصدفة وقعد معاهم شوية وبعد كده قال لأقرم هنتقابل بعد كده وطبعا عمر ده كان زميلهم في الكلية فيعرف روح كويس بعد كده عمر سابهم وراح قعد مع واحد صاحبه عشان يطلبوا الغدا اما اقرم فكان متدايق من سليم وبيقول لها احنا كنا ندله لحاجة وخلاص ايه لازمت ياخدنا ويفسحنا ويقعد يحكي لنا التاريخ كله اقرم ما كانش موجود في القوضة روح مسكت موبايله وقعد التفتش فيه فاقرم زعل جدا وخد منها الموبايل وقال لها انه هو هياخد سيف وينزله يتفسحه شوية اقرم اول ما نزل كلم واحد في التليفون وقال له انا لسه نازل من فندق حالا وبعد ما خرج هو وسيف اتأخروا جدا روح قعدت تتصل عليهم وتليفون اقرم مقفول فطبعا القلق كان واضح عليها جدا ومش عارفة تتصرف ازاي نزلت عشان تدور عليهم لكن طبعا معرفتش تتصرف فرجعت تاني القتيل واتصلت بسليم صاحب ابوها وقالت له انهم خرجوا من بادري والغاية دلوقتي ما راجعوش سليم خدها وراحوا الشرطة عشان يعملوا محضر بالتغيب وروح كانت متوترة جدا وخايفة على ابنها يكون حصل له حاجة وكلمت ابوها وبلغته بالموضوع لغاية ما جالها تليفون من اقرم وقال لها انهم بخير وقال لها في عربية حتجيلك وعطاها ارقام العربية وقال لها اول من العربية تجيلك تعال لنا عشان تشوفي سيف وكمان اكد عليها ان هي ما تقولش الحد على الموضوع ده وفعلا العربية جت لها وخدتها على مكان مجهول وطول السكة عما لا تسأل السوا احنا رايحين فين وهو مش عايز يقول لها يعني مش بيرد عليها بالعربي في الوقت ده سليم كلم روح وحكيت له على الموضوع فقال لها ابعتين اللوكيشن واحنا عن الصرف في الوقت ده وصلت لأقرم في مكان مجهول قالت له فين سيف ابني قال لها سيف مع عمر قالت له عايزة شوفه فقال لها احنا مش ملتزمين بحدود ربنا وانتي اصلا بتشربي ومش بتصلي وانا ربنا تاب علي وبقيت اصلي وبطلت الشرب احنا الوضع اللي احنا فيه ده مش حينفعنا لازم نهاجر ونروح بلد الخلافة الاسلامية طبعا هي اتفجأت بالكلام ده وقالت له انت مين قال لها انا اقرم جوزك في الوقت ده البوليس طبع عليهم فهربوا كلهم لكن روح كانت واقفة سليم قال للشرطة يروحوا يقبضوا عليهم قالوا له ما ينفعش عشان هم خلاص دخلوا الاراضي السورية ولما روح رأيت العربية ماشية تدعت تجري وراها وراكبت معاهم وانتهت الحلقة على كده ومعدنا مع الحلقة التانية بدأت الحلقة بفلاش بيك اقرم وعمر وروح بيتخرجوا من الجمعة وبيهدوا صورة تسكرية لكن شكل عمر كان عينه من روح وكان بيحبها واقرم خدها منه اما احداث الحلقة التانية فبددور في حدود سوريا سنة 2017 بعد ما روح ركبت مع اقرم وعمر وسيف في العربية العربية ماشية في الحدود بتاع السوريا ورايحة لدولة الخلافة الاسلامية طبعا روح متبرجة فعمر عطاها الزي الاسلام وقال لها لازم تلبس اللبس ده قالت له لا مش هلبس اللبس ده قال لها يبقى كده بتعرضي نفسك للجلد او للموت ما ينفعش تدخل الدولة الاسلامية وانت بالمنظر ده اقرم قاعد يتحايل عليها شوية اللي هي تلبس اللبس وفعلا خدته منه عمر نزل يمشي بين الجبال واقرم لحقه واقعدي يقول له شوف حدود تركيا مع حدود الدولة الاسلامية دولة الخلافة هترجع تاني زي ما كانت وعمر طلب من اقرم اللي هو ينسى كل الماضي ورا دهره وخصوصا الموبايل وجواز السفر اقرم قال له انا مستعد انسى كل حاجة واعطاله المحمول وجواز السفر فعمر قال له انت الان احد رجال الدولة الاسلامية دولة الخلافة الاسلامية روح لبسة اللبس اللي عطاه لها عمر وما كانتش عارفة تلبسه ازاي بعد كده جالها عمر وقال لها هاتل المحمول بتاعك وجواز السفر انت وصيف راحت بطلعة المحمول وجواز السفر ورمت همله على الارض وبعد ما خدهم قال لها لازم تغطي وشك وإيديك كمان طبعا روح ما كانتش طيقه وبتنفذ كلامه بالعافية وغطت وشها زي ما قال لها والعربية تحركت في اتجاه دولة الخلافة الاسلامية ولاية اسمها ولاية الرقة واول ما وصل عمر رحبوا بيه وقالوا له اهلا بالقائد ابو اسامة وهم ماشيين في البلد قاعد يحكي الاقرم عن قانون دولة الخلافة الاسلامية وقال له ان يوم الجمعة بيقيموا الحد على الناس اللي هم مش ملتزمين وكمان بيعملوا احتفالات وانتصارات وقال له كده انت تولدت من جديد واتكتبت لك شهادة ميلاد جديدة وخدهم وداهم البيت بتاعهم عمر قال لي روح انت ست البيت هنا وقال لها انت لابسة ازاي غلط انا هبقى جيبلك زوجتي امو اسامة تعلمك ازاي تلبسيه طبعا اول ما روح دخلت قلعت اللبس اللي هي لابساه واكرم جاي يكلمها قالت له ابعد عني عمر قال لأكرم بعد ما تخلص انا عايزك برا ففعلا ساب مراته وابنه وتلع عشان يكلم عمر اكرم روح مع اسامة استجد للمدني بتاع الجماعة وقال له اديهم بياناتك وبعد ما تخلص انا عايزك وفعلا خدوا بياناته وجاي يصوره فاكرم كان بيبتسم فالشيخ قال له لا داعي للابتسام هنا وبعد ما خدوا كل بياناته وشغال ايه في مصر اعطوله الزي الاسلامي عشان يلبسه وشاف القائد ابو اسامة فاعجب بازي جدا وقال له كده كسبنا مقاتل في الدولة الاسلامية مرات ابو اسامة راحت لروح عشان تعمل لها الغدا وقعدت تقول لها انا اعرف مصري وحب مصر وكنت متفرج على افلام رجق بازا لغاية ابو اسامة ما قال لي ان الافلام حرام وبعد ما تغدت قالت لها بكرا نروح مع بعض السوق وقالت لها ان في مقهر الانترنت روح كنت عايزة تروح بس قالت لها ما ينفعش تروحي لوحدك القائد ابو اسامة خد ابو سيف وراحوا مقر الدولة الاسلامية عشان يقول القصم وفعلا هناك قال القصم وقال ان يستعد يضحي بكل شيء في سبيل رفع راية الاسلام والدولة الاسلامية وانتهت الحلقة على كده ومعدنا مع الحلقة الثالثة من مسلسل بتلوع الروح بدأت الحلقة بفلاش باك سيف ابن الروح واكرم مريض اتولد عنده مرض وراسي عنده الهموفيليا طبعا ابوه كان حيتجن ويقول لي ابني انا اللي يطلع مصاب وقاعد يقول يعني ابني كده مش هيلعب كورة مع صحابه مثلا وتعصب على الدكتورة على الاخر والدكتورة قاعدة توصف لهم ازاي يقدروا يعلجوه وبدأت الحلقة الثالثة اكرم وعمر خلصوا المشوار بتاعهم اللي كانوا فيه ورجعوا البيت اكرم ما كانش قادر يصلوا بطوله عمر قال له انت ريح النهاردة ودخل نام وبكرة ان شاء الله نشوفها نعمل ايه اكرم قال له عمر هو انا ما ينفعش قادره بنهار دلوقتي عمر قال له لأ طبعا ينفع تضرب نار دلوقتي فرح عمر ضرب النار وعلم اكرم ازاي يمسك البندقية اكرم دخل على مراته وهو لابس اللبس الحربي وقاعدت تشتم فيه وتقول له ازاي تعمل كده فيه انا وابنك انت عارف اللي ابنك مريض وانا استحملتك كتير واستحملت جنينك كتير سنين وانا ما استحمله ارافق اكرم مسكها يضربها وقال لها انت لازم تتيع زوجك غزبا عنك انت دلوقتي اصبحت زوجة مقاتل في الدولة الاسلامية الصبح روح خادت سيف عشان تروح مقهى الانترنت وقعدت تسأل الحريم في الشارع ازاي يروح مقهى الانترنت واحدة قدت لها انا هوصف لك ازاي تروحي بس ما ينفعش تروحي لوحدك وصلت للمكان اللي فيه مقهى الانترنت وحاولت تدخل المسؤولة على المقهى قال لها اكتبي بياناتك وعنوانك ومن زوجك وبيشتغل ايه وقال لها انت عايزة تكلم مين قالت له عايزة يكلم ابويا قال لها وايه يثبت لهو والدك وقال لها ممنوع كلام الاجانب وطردها من المكان روحه ممرات ابو اسامة الصحب على بعض وكانوا قاعدين يتبخوا مع بعض في المطبخ زوجة ابو اسامة قالت لها انا كنت بحب مصر ولما عرفتك حبتها اكتر ونفسي ازرها في الوقت ده سيف تعور وطبعا مرض الهوموفيلية ماينفعش حد يتعور فيه وينزف زوجة ابو اسامة قالت لروح في مستشفى هنا قريبة تعالي نروح المستشفى وفعلا خرجوا عشان يروحوا المستشفى لقوا احتفالات في الشارع وهي ماشية ناس وقفوها وقالوا له هات الشنطة المعاكدي وخدوها وركبوها عربية قعدت تقولهم الدواء بتاع الولد في الشنطة لغاية مرات ابو اسامة ما تحيلت عليهم وخدت من الشنطة الدواء وركبوهم تاكس عشان يروحوا المستشفى اما اخرى فكان قاعد مع الجماعة وكانت الجماعة بتحتفل بدرب الكنائس في مصر واصابة العديد من المواطنين المصريين وانهم قريبا حيفتحوا مصر اقرم كان قاعد متضايق شوية وكان بينفخ زميله قال له حرام اللي انت بتعمله ده بعد كده اقرم قام وخد السلاح بتاعه ومشى اما روح فكانت رجبة تاكسي عشان تروح المستشفى وبتسأل سواء التاكسي هو فيه ايه قال لها دي احتفالات عشان ضرب الكنائس في مصر روح قاعدت تشتم في الجماعة وسواء التاكسي كان معاها وبيقول لها ربنا يخلصنا منهم واحد زميل اقرم في الجماعة كان اقرم مواصي يجيب دواء لسيف فقال له الدواء ده مش موجود وقال له لازم تجيب لنا ثلاث اربعة كده يلعبوا مع سيف ويبقوا رجال للدولة الاسلامية اما روح فوصلت المستشفى ودخلت على دكتورة التوارئ فالدكتورة شافت الجرح قدت لها ده بسيط جدا قدت لها لأ سيف عنده زروف خاصة وحكت لها موضوع مرضه الدكتورة قدت لها مفيش ادوية هنا المنع النزيف حاولت شوفي حد في تركيا جملك الادوية دي ولما روح سألتها انت دكتورة ايه قدت لها انا دكتورة اسنان بس ما لقيتش مجال للشغل في الاسنان فاشتغلت دكتورة طوارئ وانتهت الحلقة على كده